هنا وبين يدي السيد ماهر الذي يعد من أقدم الأشخاص الذين برعوا في صناعة مربى القرع لهذه الحلوان كاتها الخاصة فهي تعد من أشهر المربيات وأكثرها فخامة وعراقة وتقدم في فصل الشتاء كنوع من الضيافات المميزة والفاخرة وتتربع على عرش الحلويات القديمة والتراثية في محافظة اللاذقية المرحلة الأولى هي منجيب الأرعى منقصة ومنقطعها على زوقنا حسب الزوق هي الفن والأرعى هو نوع من التراث لازم نحافظها لها لأن التراث اللاذقية لا أحد يشتغلها بكل سوريا غير اللاذقية والحمد لله وبعد ما منقطع قطع كليسة منحطها ومنكلسة بالكلس كونها مطفة يعني الكليس محامي ما وضل تقريبا شيء 18 ساعة أو 12 ساعة بين 12 و18 ساعة بالكلس بعد ما منخلص من تاني يوم منغير الكلس منغسله منشان يروح الكلس عنه ومنغسله ومنقعه ومنحطه مي غالة نعي سخنة منغلى منغلى وبعد ما منشله منبخشه إذا ما بخشنا بيقطن بعد ما فينا نبعثه على محافظة تاني إذا ما بخشنا وبعد المرحلة تبخشه ومنحطه بالسكار بالسكار منغلى بده شيء ساعتين منتركه شيء ساعة ونص ساعتين على الغاز بيغلى منتركه من ريحه مشان الرطوبة منخليه تاني يوم منغلى بقى طبيعي بقى عالي كيفنا إذا بدنا أرع عادي وبدنا أرع ناشب لا زالت هذه الحلوة رغم كل ظروف تلقى رواجا وإقبالا كبيرا من الناس الذين اعتادوا عليها وتوارثوها من الآباء والأجداد وتعد من الهدايا الفاخرة التي ترسل إلى الأقارب والأصدقاء خارج المحافظة